افتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركنة عبد الفتاح البرهان أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بمحلية كراري وسط مشاركة واسعة لقيادة القوات المسلحة ووالي الخرطوم وجمع غفير من المواطنين وأكد البرهان لدى مخاطبته حفل الافتتاح استعداد القوات المسلحة لترك العمل السياسي وجاهزيتها لاستكمال تشكيل الحكومة المدنية دون ابتزاز أو وصاية متى ما أبدت القوى السياسية الجدية والحرص على ذلك وأشهد البرهان بتضحية القوات المسلحة كما أضاف أن افتتاح هذه الأسواق يهدف إلى سد المنافذ أمام المضاربين والموسطى نحن في المقام الأول نشكر القائمين على هذا الأمر أمر مشاركة أهلنا مصاعب الحياة شكر أن تد لكل القائمين على أمر هذه الأسواق إذا كانت في المسلحة التعاونية أو الولاية نحن طبعاً نفتكر أنه في أي وقت نجد فرصة نفتح نافذة لمنتجين بدون وصدة بنكون خففناً على الناس ودعاً ديداً وعهد قطعات القوات المسلحة أنها تفتح نوافذ مباشرة للبيع من المنتج لأنه في سلسلة كبيرة من الناس في النص قاعد تزيد الأزعار وتضارب بحاوية الناس هذه المضاربة وهذا الابتزاز نحن نفتكر الابتزاز أصبح ديداً لأننا نعمل حاجة سيئة أو حاجة ليست جيدة أن نتاجر بأقوات الناس ونتاجر بعقول الناس نحن ننكر شكرنا للقائمين على أمر الأسواق ونشكر أخواننا المنتجين وأصحاب المصائل وأصحاب المحلات أفجو شاركوا القوات المسلحة في أرضها عشان يقدموا خدمة للجمهور نشكرهم كلهم ونشكر الناس وننظموا هذا السوق هذا السوق يمكن القصد منه أنه أهلنا في هذه المنطقة عندهم دين على القوات المسلحة مثل بقية أهل السودان لكن هذه المنطقة من بدلي يمكن من أول يوم نحن أو في آخر بعاية نعملنا من عاين الكلية العربية في سنة 79 جرينا من هنا من الكوبريدالغاية قريتة التربية ما كان في زر ساكن هنا غير العسكريين كلهم الجرافة سجن الحربي ما فيه غير الجيش ونأكد الآن الأسرة الموجودة هنا كلها معظمة أسر عندها انتماء عسكرية والما عنده انتماء عسكري عنده ولا لهذه المؤسسة مؤسسة قوات المسلحة هذه المؤسسة البرطانية نحن افتكر لناها هي المؤسسة الأصيلة هذه المؤسسة الأصيلة الأصلا ما ممكن يوضع قلائز بين ورطة قلائز وليحي المحلة نحن بكل أسرف شايفين في ساحتنا السياسية في ساحتنا نبحي طبيعنا كل ما ظهرت قوة أو ما ظهرت حي يكون فيه إزبير قاعدة ما قاعد يستخدمونه واستخدموا القوى السياسية وقوى العسكرية في كل شيء هذا الأمر الإزبير التقليد الإزبير الما عنده منشأ ما بيصمد ولا بيقدر يكون مثل الأصل فنحن لفرصة نحيي كل أهلنا كل الناس كل الناس يقعدون في القوات المسلحة بأبناهم وبيأبهاتهم وقدموا كثير من التضحيات لكي القوات المسلحة تكبى قائمة نحن مقدمين على عملية سياسية نحن ماشيين علىها بجرور مفتوح وماشيين على هذا الأمر بكل نوايانا أنه نحن دارين نحقق لشعبنا أن نتحكم حكومة مدنية لن نتراجع على هذا الأمر لكن هذا الأمر غير قابل للابتزاز وغير قابل للمساومة وغير قابل لأنه نحن لغشة شعب السوداني والله نخدعه نحن ماشيين حنستكمل هذا الأمر لنجموح حكومة مدنية تقدم خدمات للشعب السوداني تخدمه تقيم على قضاياه بالحق وليس بالتدليس أو بالتزوير أو بأي نهج من المناحل التي يمكن تدمر البلد أو تولد موارد الخلاق نحن نحييقهم ونأكد أنه هذا الديدن اللي اختططوا قوات المسلحة لن تحيد عنه قوات المسلحة حظل مفتحة وحظل واعية صحيح نحن نفتكر أنه الانتقال نحن ننشده الآن أو شك أنه نصل لطريق يقودنا ويقود السودانيين إلى أننا استجابة لرغابات كثير من قطاعة الشعب أن المنسسة العسكرية تطلع خارج العملية السياسية ونحن رحبنا بهذا الأمر وسنترك المجال لقوة المدنية القوة المدنية التي ننتظر أن تكون واعية لإحتياجات الشعب السوداني ننتظر أن تكون مدركة لأنها يجب أن تكون قوة سياسية حقيقية أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالبتاح البرهان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية نيجيريا في مجالتها كفا وأعرب البرهان في برقية تهنئة بعث بها لرئيس جمهورية نيجيريا بولا أحمد تينيبو بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة أعرب عن تطلعه للعمل مع نيجيريا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتمنى البرهان أن تشهد الدورة الرئاسية لتينيبو مزيدا من النجاحات والإنجازات والشعب النجيري التقدم والإزهار كما أعرب عن ثقته في قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة نيجيريا ودورها الإقليمي الرائد في القارة الإفريقية أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية طاهر حجر عن أهمية الدور الذي تطلع به وزارة الخارجية في تعزيز علاقات السودان الخارجية في مختلف المجالات وبحث حجر مع وزير الخارجية المكلف السفير عن الصادق القضايا المشتركة بين مجلس السيادة ووزارة الخارجية والآلية المشتركة التي تجمع ما بين الوزارة ومجلس السيادة ومجلس الوزراء فيما يتعلق بوزارة الخارجية والخدمة المدنية عامة وتنفيذ بنود اتفاق جبا للسلام المتعلق بالخدمة المدنية للحركات الموقعة على اتفاقية السلام تداولنا حول القضايا المشتركة ما بين مجلس السيادة الانتقاري ووزارة الخارجية والأهلية المشتركة التي تجمع ما بين الوزارة والمجلس ومجلس الوزراء فيما يتعلق بوزارة الخارجية والخدمة المدنية عامة وتنفيذ بنود اتفاقية جبا فيما يتعلق بالقدمة المدنية للحركات الموقعة على اتفاقية السلام وجه عضو مجلس السيادة الانتقالية طاهر أبو بكر حجر بتضبيق أجرة المثل على جميع الأوقاف لدورها الكبير في تحقيق التكافل الارتماعي بين أفراد المجتمع واقتداء بسنة نبينا الكريم في أحياء قيم الترابط والتكاتف وأمن خلال لقائه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور عبد العاطي أحمد عباس على ضرورة تعميم التجربة في ولايات السودان كافة والاهتمام بمجمعات الفقه الإسلامية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الاطلاع بدورها في البحث والفتاوى واطلع حجر في مستهل الاتماع على مهام اختصاصات الوزارة لفتا إلى أهمية مواصلة الجهود لتحسين خدمات حج هذا العام فيما يتعلق بالإسكان والإطعام والنقل في هذا العام إن شاء الله نحن نبشر أن هذا الحج سوف يكون حجا مميزا بإذن الله عز وجل في الإسكان وفي الإطعام وفي النقل ووجه سيادته ببعض الملاحظات وخاصة في الأوقاف وذلك بتطبيق أجرة المثلة وكذلك فيما يتعلق بالحج الهتمام الكثير والكبير بالحاج حقيقة مسألتين هامتين فيما يتعلق بالحج المسألة الأولى الاهتمام بالحاج والمسألة الثانية الاحترام للحاج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السودان في هذا العام وكذلك تناقشنا في موضوع الشؤون الدينية والدعوة وخاصة موضوع الخلاوة هذه الخلاوة وجهة بالاعتنا بها ونحن من أولوياتنا في الوزارة أن نعتني وأن نهتم بهذه الخلاوة فهي مصدر للقرآن ومصدر الإشعاع القرآن اعتمد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزارة في اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري الخطة القومية للتدريب والتي تهدف إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية التدريب وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في مجال التدريب ووضع الشروط والمعايير المطلوبة توفرها في المؤسسات والمراكز التدريبية ومراكز التدريب الخاصة وتكوين هيئة الاعتماد هذه المعايير وقالت وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري المكلفة عواطف كامل قالت إن الخطة تهدف كذلك لأحكام التنسيق والتواصل الفعال بين الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب ومختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج السودان لتطوير الأداء المؤسسي وصولا للتنمية الشاملة والمستدامة جدد حاكم إقليم دارفور مني أركو منناوي دعم حكومته لجهود ولاية شمال دارفور في مجالات الأمن وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المدن والأرياف وتحسين معاشهم ودعم منناوي خلال اجتماع مشترك جمع حكومتي إقليم دارفور وولاية شمال دارفور إلى ضرورة توزيع قوات حماية المدنيين بدارفور حتى تسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وإنجاح الموسم الزراعي ونقش حاكم إقليم دارفور وفقا خلال الاجتماع وفقا لوالي شمال دارفور نيبر محمد عبد الرحمن تجارة الحدود والمحور الزراعي والحيواني وعمل السلم والمصالحات وتنفيذ مشروع راديو سوا بدارفور الغرض الأساسي من العمل والتنسيق والتعاون هو تقديم القدمات الأساسية للمواطنين وبرضو في العمل في تنمية البلد ناقشنا برضو قضية تجارة الهدود ناقشنا أيضا القضية بتاع تجارة الهدود بشكل عام ناقشنا أيضا الشرطة المجتمعية لأننا نقوم بها في ولاية شمال دارفور وبرضو اتفقنا أنه يكون منصوقة باتفاقية جبل السلام السودان لقينا أن هذه المعصصات تقدم خدمة كبيرة جدا من هنا وهناك ولكن المستوى بتاع التنسيق كان بحكم طبعا حكومة الأقليم حكومة جديدة وكذا فعشان كذا كان منصوى التنسيق ممكن محتاج لجهد كبير جدا وبالتالي نحن وقفنا على تركيز على الجانب ومن تنفيذ مشروع راديو توسوا بدارفور إلى ولاية غرب كردفان حيث شهد وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيد بمحلية الأضية بغرب كردفان انطلق برنامج صحائب الرحمة في نسخته العاشرة والذي تنفزه الأمان العام لديوان الزكاة بالولاية وشهد الوزير بدور ديوان الزكاة بالمحلية من خلال محاور البرنامج التي تعين الأسر الضعيفة والمحتاجة ودعا حكومة الولاية وديوان الزكاة بخلق برامج هادفة تقلل من حدة الفقر وترتكز على المنهجية والعلمية نريد التنسيق مع الولاية ومع ديوان الزكاة ومع كل الآليات التي تعمل لمكافة الفقر أن يأخذوا قفاز التحدي ويعلنوا أنهم سيصفرون الفقر في هذه المحلية خلال فترة يتفق عليها وهذا ممكن أنا أعتقد أن المحتاجة فقط لحبة حسابات وتضريبات ومعلومات أن الفقر يسبب كم في هذه المحلية أكد السفير السوداني لدى الصين عمر صديق عن أهمية العلاقات بين القرطومي وبكين في مجالتها المختلفة السياسية منها والاقتصادية وأعلن عن حرص قادة البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وقال السفير عمر صديق للمقابلة حصرية مع القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية قال إن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة مهمة للتنمية الدولية والمنفعة المشاركة بين الصين والدول الأخرى ووصف صديق أن مبادرة الحزام والطريقة مهمة للتنمية الدولية وللمنافع المشتركة بين الصين والدول الأخرى كما أشار إلى أن السودان يقع في منطقة مهمة جدا يمر به الحزام والطريقة كما يعد المنفذ البحري للكثير من الدول الإفريقية خاصة في الغرب شهدت ولاية جنوب دارفور في حاضرتها نيالا مسيرات شعبية وسياسية مؤيدة للاتفاق الإطاري واعتبرته السبيل للخروج من حالة الاحتقان السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين أبناء الوطن لإكمال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية الفعاليات الشعبية والقوى السياسية بولاية جنوب دارفور خريت اليوم لتعبر عن دعمها للاتفاق الإطاري حيث ترى فيه المخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وصولا للتوافق بين أبناء الوطن الذي يقود لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية فعنا شعار بأنه نبزنا للخبلية والأنصرية والجحوية وخطاب الكراهية وخطاب الطائفية فلأنه لذلك دامنا الخط الإطاري لأنه هو بنصف فيه لم الشم في السودان كافة طلعنا عشان نأيت ونناست ونناصر الاتفاق الإطاري لأنه هو المنفذ الوحيد الذي يمكن يسيطلين الأمان والاستغرار المشهد السياسي السوداني الماثي الآن وما صاحبه من تعقيدات دفع هذه المكونات الأهلية والسياسية بولاية جنوب دارفور لتأكيد وقفتها ودعمها للاتفاق الإطاري كتلة محامي دارفور المستقلة هي الأخرى جددت موقفها الداعم للاتفاق الإطاري وأكدت الكتلة ضرورة أن يعمل الجميع من أجل مصلحة الوطن السودان بعيدا عن الأجندات الخاصة التي لا تخدم مصلحة التوافق بين أبناء السودان نحن في كتلة محامي دارفور ندعم بشدة الوفاق الوطني الجامع في الاتفاق الإطاري لأن الاتفاق الإطاري بصريحة العبارة هو صمام أمان السودان صحيح يعني ما كل الاتفاقيات مبرأة من العيوب ولكن طالما أنه ارتضوه عامة الناس وطالما أنه في إجماع دولي في الاتفاق الإطاري حقوا كلنا أن نكون مع الاتفاق لأن الشعب السوداني آن أكثر من ثلاث سنوات ونص من ديغ الميشة الاقتصادية وكان على حلم في التحقيق وإنجاح ثورة ديسمبر المجيدة إلى أمل التغيير الكبير إلا أن الأحزاب السياسية تتثارى ولا تنظر للشعب السوداني تأييد هذه الفعاليات الشعبية والقوى السياسية بولاية جنوب دارفور للاتفاق الإطاري يؤكد حرص الجميع على الخروج من الأزمة السياسية التي يمر بها السودان للتحقيق تطلعات أبنائه في الحرية والسلام والعدالة على فضل ملعبية تلفزيون السودان جنوب دارفور إلى شمال دارفور حيث أكد المتحدثون في الندوة السياسية التي نظمها حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور حول الراهن السياسي أكدوا على أهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري وصولا إلى حل سياسي يفضي إلى التحول الديمقراطي ومعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام المستدعم مشاركة من القوى السياسية نظم حزب الأمة القومي بالولاية ندوة سياسية عن الراهن السياسي التمتسك بالاتفاق الإطاري والحوار وصولا إلى حل سياسي يقود إلى التحول الديمقراطي بحسب رئيس الحزب المكلف فضل الله بورما ناصر أسفتي للخلافات بين الأطراف العسكرية وإعادة مسيرة التحول المدني الديمقراطي عمر الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية ونادى والي شمال درفور نمر محمد عبد الرحمن بمشاركة القوى السياسية لبناء دولة المواطنة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي يجب أن يؤسس تأسيس صحيح صحيح مرينا بمرحلتين وما قدرنا أنجزنا مهمة الانتقال بالشكل الصحيح لكن الآن أفتكر أن المساحة والفرصة المضاحة بالنسبة لنا لن يجعلنا نأسس لفترة انتقالية حقيقية تأسيس الرابع يهدف لقيام مؤتمرات الحزب تمهيدا لتحقيق الحكم المدني وقيام الانتخابات عند العمل التنظيمي فيه استعداد حزبنا الواسع للوثبة الرابعة لنخوض الانتخابات القادمة بإذن الله ولأول نقيم مؤتمرنا العام الثامن في الأيام القادمة حالما تنتهي العملية السياسية أكون سياسي تشهده الأحزاب والقوى السياسية بالولاية تمهيدا للفترة القادمة عبد الماجد الأحنف تلفزيون السودان ولاية شما دارفور الفاشر إلى ولاية غربي دارفور حيث شهد واليها خميس عبدالله بكر تخريج دفعة جديدة من القوات المسلحة بالفرقة الخامسة عشر مشاه وأكد والي غربي دارفور أن الدفع المتخرجي سيكون لها دور في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي وأشهد أيضا بالجهود التي تبذلها قيادة الفرقة في فرض هيبة الدولة وردق النسيج الاجتماعي داعي للمتخرجين إلى ضرورة عمل كل ما يتطلب حتى ينعم الوطن بالسلام والاستقرار بعد اتمال إجراءات الإدارية يجب أن يتوزوا في مناتك الحشاشة الأمنية وفقا للتقديرات اللجنة الفنية لولاية قربي دارفور بعد أن نالوا جرعات التدريبة الكاملة وتدربوا على فنون القتال هذا العقد الفريد المتفرد وهذه الدفعة وهذه الدفعة ستكون عونا وسندا وعرضا للبلاد والعباد وللولاية بصورة خاصة وإضافة حقيقية لإنسان الولاية السمح أمن اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات ملتقى التعايش السلمي لولايته جنوب وغرب كردفان أكد على أهمية إدارة حوار مجتمعي جاد حول قضايا الأرض والموارد والتنمية والخدمات الأساسية لمعالجة الأسباب الجزرية للنزاعات القضلية بالولاية نزولا للقواعد بولاية جنوب كردفان جاء اللقاء التنويري لللجنة العليا لتنفيذ مخرجات ملتقى التعايش السلمي لولايته جنوب وغرب كردفان إن جنوب كردفان وغرب كردفان من عقنى ولايات البلاد من حيث المواردة التنفيذية بالإضافة لإنسانها الذي يمثل مواردة الأهم والأغرب وإن كل هذه الفرص والمكاسب تحضر وتتأثر بسبب أدم الأمن والاستغراج والتوسيع التائرة الصراعات والنزاعات القضلية حكومة الولاية ترى أن التوصيات تدعم جهدها الأمني والاجتماعي والخدمي توصيات التي تمت في هذا الملتقى سنفرين حاليا الولاية في التخلص الكثير من المشكلات التي تعانيها الولاية سواء كانت مشكلات أمنية أو مشكلات تتحدث بالخدمات وغيرها من الأمور التي تعرف الولاية كثيرا المطلوبات الخاصة بالمواطن ما متوفر لأنها هي سبب الأثباب التي أدتنا حاليا الصراعات الموجودة قيادات الإدارة الأهلية والحاضرون جددوا حرصهم على تجاوز المرحلة إلى فضاء السلم والتعايش لجنة التي قونا لا بد أن تضع أيديها مع الإدارة الأهلية في كل نيري في الولاية وهم صمام الأمان وهم مفاتيح المنتمعات ثم من بعد مع الشباب فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل ثم المرأة التي إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العرق نحن والله سعيدين بهذا اللقاء ونتوقع عنه من هنا نحن إن شاء الله سنكون جسم واحد ونكون ضرع واقي بالنسبة لكل أبناء الولاية لمختلف حسنياتهم مختلف قبائلهم زي ما كنا عايشين مئات السنين نحن إن شاء الله سنرجع هذه الولاية لسيرة الأولى خلص اللقاء التنويري لللجنة العليا لتنفيذ مخرجات ملتقى تعايش السلمي لولايتي جنوب وغرب كردفان إلى تكوين عدد من اللجان القاعدية بمشاركة القيادات الأهلية والشباب والمرأة لتنفيذ مخرجات الملتقى آدم سالم تلفزيون السودان ولاية جنوب كردفان مدينة كادولي أما في ولاية القرطوم فقد أشاد واليها المكلف أحمد عثمان حمزة بالدور الكبير الذي تطلع به كنيسة الشهدين بالعمارات في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع والسمع الوالي خلال زيارته الكنيسة تلبية لدعوة من مطرانية الأقباض الأرسوزكس بولاية القرطوم استمع إلى تنوير حول الجهود التي يبذلها القائمين على أمر كنيسة الشهدين من أجل التوسع في المرافق وإقامة مكتبة ثقافية بغرض رفع الوعي بين طبقات المجتمع المختلفة كما أعلن والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أن الحكومة الانتقالية تعمل على رد المظالم التي سلبت دون وشي حق على المستويين العام والخاص ومنع التغول والتصرف على الميادين والمواقع التي خصصت للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وحي الوالي لدى مخاطبته حفلة تشين منتدى ليالي المسالمة الثقافي حي سكان حي المسالمة والذي يجمع بين المسلمين والأقباض كمثال للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع وأقر الوالي بتدني مستوى الخدمات وقال إن حكومة الولاية تعكف على وضع دراسة من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمات وفقا أولويات المعلنة إلى ذلك وجه الوالي ولاية الخرطوم بتنظيم الحركة التجارية بسوق أمدرمان التي تمددت إلى وسط الحي هذا بالإضافة أيضا لتكثيف جهود عمليات بصحاح البيئة أنا حاسب المشاكل الحي حاسب المشاكل عشان كده لازم نتعامل برنامج نشوف شنو من الحاجات المعملة خاصة إنه أنا برضو مشرف على الشباب دي مشرونا الميدان بتاع حي العرب دي وبقناة كيف يتحول إلى ورشة وكيف يتحول إلى هياك البداعة عربات وقاموا وجهنا فيه موجهات إلا يتفرق من الحاجات الفيئة عشان تعدلوا الرياضة أنا برضو بحي أخوانها للمغابر المغابر البكري دشنت ولاية القضارف حملة قومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين ألف والتي جاءت تحت شعار مع الاستئصال شلل الأطفال وأكد مدير إدارة الوبائية بوزارة الصحة ولاية القضارف عالي شعيب أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات كما أيضا تستهدف أكثر من خمسمائة وأربعين ألف طفل بما فيهم أطفال معسكرات اللاجئين الحملة مستهدفة الأطفال من عمر يوم لحد خمس سنوات مستهدفة الحملة أربعين ألف ومئة تسعة وسبعين طفل ذلك كلهم نحن مستهدفين في الجولة بإذن الله الاستراتيجية من منزل لمنزل الأتيام العاملة في الجولة إن شاء الله هو ألف واثنين وعشرين مستهدفين كل المجتمع بما فيهم اللاجئين والرحل والنازحين وفي ولاية شمال دارفور بدأت الحملة القومية للاستجابة لوباء شأن للأطفال والقضاء أيضا على نقص فيتامين ألف التي تشمل جميع المحليات وتستهدف حوالي سبعمائة وعشرة ألف طفل وطفلة وأكد مدير إدارة التحصين الموسع بالوزارة يوسف عبدالوهاب عن أهمية الحملة في حماية الأطفال كما نشد مجتمع الولايات تعاون مع فرق التضعيم والتي تعمل بنظام من منزل إلى منزل من الوصول إلى جميع الأطفال مهم جدا جدا لإطاء لقاح شأن الأطفال ونقص فيتامين ألف في كل محليات ولاية شمال دارفور تمت للقضاء على هذا الفيروس اللعين اللعين هو فيروس شأن الأطفال المتحور من اللقاح النمط الثاني وبالتالي النغاحات آمنة وفعالة يمكن أن يغضي على هذا الفيروس اللعين دشن المجلس القومي لرعاية الطفولة دراسة حول الإنفاق العام الموجه للأطفال على المستوى الاتحادي والتي أعدتها دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتطبيق على ولايات البحر الأحمر، النيل الأزرق، جنوب كردفان ووسط دارفور وأظهرت الدراسة تدنى الإنفاق العام على الأطفال في قطاعات الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية وأشارت الدراسة أيضا إلى التأثير الذي أحدثته التغيرات الهيكلية في الاقتصاد على الإنفاق الموجه للأطفال كما وصف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة دكتور عبدالقادر أبوى الدراسة بأنها خطوة مهمة هذا التشيين يأتي في إطار الإنفاق العام للأطفال على مستوى السودان وكيف نطبق هذا الأمر في ولاياتنا حيث اخترنا ولاية البحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق هذا العمل في أربع ولايات هذا العمل مهم جدا لتعزيز الصرف على الأطفال ولتعزيز الاهتمام بتضمين الأطفال في الميزانيات العامة أمن المتحدثون في الندوة المنهجية التي نظمتها أكاديمية نمير العسكرية العليا حول الوضع الراهن لمشكلة المخدرات في السودان وأثرها على الأمن الوطني أمنوا على أن ظاهرة انتشار المخدرات بكل أنواعها أصبحت هاجزا يؤرق البلاد والأسر ودعوا إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار المخدرات وضرورة تفعيل قانون مكافحة المخدرات وردع كل من تسوي له نفسه الإتجار في عقول البشر لإطلافها شغلت مشكلة المخدرات المجتمعات في الآلم أجمع لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع في مجالات عدة نفسية اجتماعية اقتصادية وأمنية وأصبح طعات المواد المؤثرة أقليا المخدرات خطرا يحدد الكثير من أبناء المجتمعات المختلفة بل زاد خطره إلى درية استخدامه كسلاي خفي في الحروب بين الدول مستحتفا بشكل خاص فئة الشباب منهم من أجل تحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة خاملة لتدمير وشل حركة ذلك المجتمع وتبديل ثرواته وطاقاته إلى الولايات الشمالية حيث شهد ممثل والد الشمالي عبدالقادر محمد سعيد إبادة عدد من السلع المهربة وأشهد بجهود إدارة مكافحة التهريب مشيرا إلى أن الولايات تمثل معبرا لمثل هذه السلع الضارة والمحزور السلع المهربة والمنتجة الصلاحية نحن نشيد بأخواننا في مكافحة التهريب لهذا المجهود الجبار هذا المجهود يجب الوقوف عنده والذي يشاهد بأخواننا في المكافحة نحن الآن نشهد إبادة لسلع وبضايع محزورة وممنوعة مؤسرة صحيا مؤسرة اقتصاديا وعودتنا دائما مكافحة التهريب في الجمارك بالولاية في أنهم دورهم الرغابي دور عالي جدا وهم صمام أمان المواصفات وحماية المجتمع وحماية الاقتصاد السوداني إلى ولاية البحر الأحمر حيث وقف وليها المكلفة حل الحاج أحمد ميدانيا على ضبطية قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر لعملية تهريب كبيرة لبضائع مختلفة كانت في طريقها إلى خارج البلاد وأشهد الوالي بجهود قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين البوابة الشرقية للبلاد في إطار التعاون والتنسيق والانسجام بين اللجنة الأمنية بالولاية وأعلن الوالي عن دعمه المالي وتحفيظ القوات التي تمكنت من ضبط عملية التهريب وتشجيعهم لمزيد من البزل والعطاء في مكافحة ظاهرة التهريب يحتسب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والعاملون بالهيئة يحتسبون عند الله تعالى زميلهم خبير هندسة المونتاج الزميل المحمد علي أحمد الذي التحق بالعمل في التلفزيون في العام 1980 واستمر يعمل حتى تقاعد بالمعاش ويعتبر الزميل المحمد علي أحمد خبيرا في أعمال الفيديو في مختلف المجالات الأخبار والبرامج وتدرب على يديه جيل كبير من شباب التلفزيون حيث كان مربي والمدرب إنا لله وإنا إليه راجعون مشاهدي الكرام مواصلة لهذا العرض الإخباري ننتقل إلى الزميل صدام أبو خليف والنشر الاقتصادي السلام عليكم مشاهدين الكرام أعلن وزير المعادن محمد بشير عبدالله استمرار الوزارة في إجراء إصلاحات شاملة على قطاع التعدين في عدد من المحاور لا سيما مراقبة عمل الشركات المحافظة حسب ما جاء في اتفاقات الامتياز وبحث الوزير في لقائه والي غرب كردفان معتصم عبدالسلام عوض ووالي جنوب كردفان المكلف محمد إبراهيم عبدالكريم بحث المشكلات التي تواجه التعدين بالولايتين والتزم وزير المعادن بمعالجة جميع الإشكالات عبر أجهزتها المخطصة ضمن زياراتنا لحدث من الوزارات اليوم نتغينا بسيد وزير المعادن الاتحادي وتناقشنا معه في حدث من المواضيع الهامة التي تخص ولاية جنوب كردفان والخاصة بمزال التعدين التقليدي والشركات والمستثمرين وتوصلنا معه لبعض التفاهمات الحلول وإن شاء الله نحن نجتهد جميعا على الساس أنه نقدر نعالج بعض الإشكالات الموجودة على الأرض نعش اللغاء عدد من المواضيع التي تهم ولاية غرب كردفان وولاية دينوب كردفان من ضمنها مخلفات التعدين والاستكشافات في الولايتين وضرورة التنسيق بين الولاية ووزارة المعادن خاصة في الامتيازات التي تمنح لبعض الشركات أعلن أولي الجزيرة المكلف إسماعيل عوضل العاقب التزام حكومة الولاية بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول بالولاية للتأسيس لخارطة طريق علمية لتنمية موارد الولاية استضافت مدينة ودمدن حاضرة ولاية الجزيرة المؤتمر الاقتصادي الأول تحت الشعار نحو استقلال الأمثل ومستدام لموارد الولاية بشراكة مع جامعة الجزيرة وبحضور واسع من الجهات المعنية ويهدف المؤتمر لوضع خارطة استثمارية بطرق علمية لجزب الاستثمارات المحلية والأجنبية في فكرة برضو مع شركة تركية بأنه نخش معها في شراكة بأنه تعمل لنا مسلخ للصادر إذا العمل مسلخ الصادر أول شي بيدينا القيمة المضافة للحقيقية العزينة للحوم بالإضافة لأنه بنستفيد من الجلود التي تطلع من المسلخ للمدبغة المختصون في المجال الاقتصادي أكدوا على همية هذا المؤتمر لتهيئة المناخ للدخول في استثمارات عالمية ووطنية عمل المؤتمر أيضا على تسليط الأضواء على خيار حياة صحية طويلة لذلك تناول وفيات الأطفال الرضة ووفيات الأمهات نتجة لسؤال خدمات الصحية في بعض مناطق الولاية أو الوعي باتخاذ القرار الصليين داخل كيان الأسرة لمركز المعلومة بحيث يتوحد جهة المعلومة لأنه زي ما عارفين البيانات تعملها بروسس إنها تكون معلومة والمعلومة بتأسس المعرفة المعرفة المتدارية تكون عندنا معرفة لشي نتخذ غراراتنا بصورة منتازة إنعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بولاية الجزيرة هدفها لملامسة القضايا الاقتصادية والإسهام في التنمية المستدامة الهندي عبد الرحمن ابو شامة تلفزيون السودان ولاية الجزيرة وادمدري أعلنت المنظمة العربية لتنمية الزراعية حرصها التوسع في مشروع تحسين سبل كسب العيش ليشمل ولايات السودان الأخرى وكشف المشرف على مشروع تحسين سبل كسب العيش بولاية دارفور بروفيسر مكي عبداللطيف عن منهج جديد يهدف لمعالجة النقص في مجال مياه الري للزراعة التقليدية المطرية وتقوية أعضاء الجمعيات الزراعية والتعاونية بولاية دارفور هدفنا من هذه الورشة أن نقيم ما تم الوصول إليه في السنوات الماضية في مشروع تحسين كسب العيش الذي تم تنفيذه في ثلاثة ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور لكن بتركيز في جنوب دارفور المشروع بهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق درجة ما من الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والصدمات التقلبات المناخية اللي بتأثر سلبا على الانتاج الزراعي التقليدي أظهرت تعاملات بورصة محاصيل الأبيض اليوم استقرارا ملحوظا غطى معظم أسعار الحبوب لاسيما الفتريتا والسمسم والقمح غير أن الدخن الأبيض حقق مكاسب بلغت نحو ثلاثة آلاف جنيه للأردب ليقفلها عند خمسة وسبعين ألف جنيه في حده الأعلى رغم أن أسعار الذهب سجلت استقرارا ملحوظا مقارنة بيوم أمس في تعاملات أسواق الخرطوم وقفز سعر الجرام عيار أربعة وعشرين إلى ثمانية وثلاثين ألف جنيه مقارنة بخمسة وثلاثين ألف جنيه خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر سجلت أسعار النفط اليوم أربعة وثمانين دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برينت كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية وسبعين دولار للبرميل موسيقى موسيقى ختم جولة الاقتصادي هذه عودة إلى زميلة سارة فضل الله لاستكمال ما تبقى من هذا العقود إليك سارة موسيقى 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 موسيقى